رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة لوليا تيموشينكو المسجونة في بلادها بتهمة إساءة النفوذ وافقت على فكرة السماح لها بالخروج من أوكرانيا لتلقي العلاج في ألمانيا يقول محامها سيرجي فلسينكو بعد أن عرض عليها هذا الاقتراح من طرف بعثة البارلومان الأوروبي إلى أوكرانيا وقد سرعت البعثة بعدها إلى التقدم بطلب العفو رسمي عن تيموشينكو من رئيس الأوكراني بكتوريا نوكوفيتش محامها يقول تيموشينكو تصل على إعادة الاعتبار لشخصها بشكل كامل قانونيا وسياسيا لكنها تعلم أن حل حالة ملفها يعد أحد شروط الاتحاد الأوروبي في تعاطيه مع أوكرانيا وهي مستعدة لقبول التوافق الأوكراني الأوروبي أوكرانيا التي تستعد لتوقيع اتفاق شركة مع الاتحاد الأوروبي رغم اعتراض موسكو والشهر المقبل قد تجد نفسها مضطرة لقبول إقرار عفو رئاسي عن لوليا تيموشينكو وإخلاء سبيلها هذا القيادي في الحزب الحاكم حزب الأقليم في أوكرانيا يقول إن اتخاذ القرار للعفو سيكون صعبا على رئيس بكتوريا نوكوفيتش بإمكان تيموشينكو المطالبة بالعفو في قضية عقود الغاز لكنها متورطة في قضايا إجرام أخرى فتح القضاء بشأنها تحقيقات من بين هذه القضايا تهم جبائية ورشاوة والتورط في قتل نائب بارلوماني سابق بحسب القضاء الأوكراني تيموشينكو تقضي عقوبة السجن لسبعة عوام ونصف العام في أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر